جزاكم الله خير وأحسن إليكم تسأل أختنا عن الكيفية التي يصل بها الإنسان إلى احترام الذات الكيفية التي يصل بها الإنسان إلى الاحترام أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على دينه وأن يتجنب أدية الناس ويبدل الإحسان إليهم فإنه بهذه الأمور إذا أصلح ما بينه وبين الله وأصلح ما بينه وبين الناس فإنه يكون محترما عند الناس وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى يحبه الله ويحبه الخلق أنه هو الذي يسبب احترام الذات أما إذا قصر الإنسان في طاعة الله وارتكب محارب الله فإن الله سبحانه وتعالى يبضغه وإذا أساء إلى الناس وتعدى عليهم وظلمهم فإنهم يبضغونه ويؤذونه والشاعر يقول ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن نهاب فالذي يكسب الإنسان المنزلة عند الله وعند خلقه هو التمسك في هذا الدين بعقائده وعباداته وأخلاقه وآدابه ففيه الخار الكثير ولله الحمد الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم اشتركوا في القناة